إذن نكمل معكم هيكلة البيو مادل الخاصة في تطبيق الملاحظات كانت الخطوة الأساسية عندنا هي الابتدام على البروبرتي تشينج الآن الخطوة التالية هي تعريف الحقول أو عادة ترسيم الحقول الحقول مالتنا اللي كانت تايتل ودسكريبشن أو أي حقول أخرى تحتاج إلى عادة ترسيمها من جديد داخل البيو مادل تمام؟ وأيضا لديك حق ليمثلك النوت بحد ذاته ولديك يعني حق الآخر أي شيء يمثلك؟ يمثلك الكلكشن بطبيعة الحال فعلى هذا الأساس إيش تحتاج أنت؟ تحتاج إلى التالي وقوم بوضحنا تعليق يمثلك الفيلز الحقول ثم مع ذلك أقوم بتعريف برايفيت سترينج هذه راح تكون عبارة عن النوت تايتل ثم مع ذلك برايفيت سترينج نوت كونتنت أو نعيد تسميته على نفس الكلام هذا وهو فعيد تسميته على أساس يكون عندك تايتل وإذا تحتاج إلى النوت بحد ذاته في برايفيت س نوتس أوكي إيش راح يبدي يمثلك؟ راح يبدي يمثلك النوتس جاي أو إنه هذي سيليكتد سيليكتد نوتس تكون عندنا هنا كابتل سيليكتد نوتس سيليكتد أيضا يمكن أن نقوم بتعريف اللستة الخاصة في النوتس عن طريق تعريفه على أساس تكون عندك بروبرتي أوكي طيب على أساس طبعا تكون عندك بروبرتي هذي البربرتي راح تكون بروبرتي احتيادية لكن راح تكون من نوع observable collection فهذي هتكون عندك observable collection أوكي نقوم بإعطاها اسم على أساس تكون عندك نوتس collection أو collection نوتس تكون عندك هنا نوتس أوكي collection جيد نوتس وهنا ندا يعطيك مشكلين تؤشر على it's ok it's like this المفروض تجعدنا من النوتس أوكي لكن هيا خطأ يؤشر على إيش يؤشر على الصلاحية ووصول للكائنات احنا هذا كان internal هذا راح أعمله public هستطيع الوصول إليه ضمن هذا المدى أوكي جيد هذي طبعا بروبرتي لكن لما أقوم بعمل initialize فأحتاج أنه أعمل مشيد الفئة الخاصة فيه فرح أقول له أنا عندي ctr أوكي not collection is new from not collection مثلا تلاحظ not collection is new from observer collection from not أوكي طيب إذن هذي عندك البربرتي وهذا مشيد الفئة لازم تعرف إنه إحنا كفيلد هذي كفيلد هذي نحتاج إنه نعمل عليها get unset إذن هذي الفيلد راح أبدي أعمل عليها get و unset إذن راح أبدأ أقول له إنه أنا عندي get unset بالنسبة إلى الفيلد طبعا فأول فيلد هتحامل معه هو not title فرح أبدي أقول له public string not title ثم بعد ذلك راح أبدي أقول له عندي get تمام آه يب فيمكن إنه أقول له بهذا الشكل إنه هذا راح يعني يمثل إنه not title بهذه البساطة ثم مع ذلك عملية sets عملية sets راح تكون فيها تشيك يعني لازم تشيك فتقول if not title is not equal to value if not equal to value تمام فإيش إيش راح تكون عندك راح يكون عندك not title يساوي عندك value ويتحتاج إنه تقوم باستدعاء on property change لاحظ هو بشكل افتراضي ليقلك لازم تستدعي on property change هذه on property change اللي احنا قمنا بتعريفه إيش الفائدة من هذه استدعاء هنا مثل ما ذكرنا هذه وظيفة الرئيسية راح تبدي تعطي إشعار أو تستشعر عمليات التغيير على هذه الخاصية في ماذا تم تغيير الخاصية في الواجهة أو لا فهذه راح تكون عندك on property change لازم تستدعى أسفل كل عمليات assign للvalue أوكي هذه الصيغة الخاصة في عمل get and set على كل property إذا ناخذ هنا استخلصة وضحها هنا في الأسفل راح تكون عندك notes description ف أوكي أخذ description بهذا الشكل وفقط أقوم بتغيير الاسم وتغيير get check هنا أيضا وعملية assign بالنسبة للvalue وهذه نفس الكلام هتكون on property change يعرف أنه حاليا داخل هذه change أيضا أقوم بتعريف النوت بحد ذاتها هذه النوت بحد ذاتها طبعا ف راح تكون عبارة عن selected notes أحتفظ في نفس الجزئية يعني حتى تكون واضحة عندي أنه هي أيش النوت أنا راح تكون عندك طبعا selected notes يعني بهذا الشكل تماما selected notes وقوم بالاستبدال هنا get unset بالنسبة إلى selected notes أوكي إذا مثل ما تلاحظ لدينا هنا fields لدينا هنا get والset على fields وأيضا لدينا البروبرتي واحدة اللي هي وعملية تعريفها هنا موسيقى موسيقى